لغز جديد وأزمة أخرى تدفع لبنان نحو التوتر بعد انقلاب شاحنة تابعة لميليشيا حزب الله قيل إنها تحمل ذخيرة في بلدة الكحالة شرق بيروت وفي التفاصيل يقول مختار البلدة إن أشخاص يرتدون ملابس مدنية ضربوا على الفور طوقا أمنيا حول الشاحنة التي اشتبه سكان البلدة بأنها محملة بأسلحة لحزب الله ومنع المسلحون السكان من الاقتراب منها عبر إطلاق النار مهدى إلى إصابة أحد سكان البلدة ليفارق الحياة بعدها متأثرا بجروحه بالتوازي يقول حزب الله في روايته إن مسلحين من الميليشيات الموجودة بالمنطقة قاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة منهم للسيطرة عليها فبدأوا برمي الحجارة وإطلاق النار ما أدى إلى إصابة أحد الموكلين بحماية الشاحنة والذي فارق الحياة أيضا متأثرا بإصابته شخصا فارقا الحياة وأعادا للواجهة مرة أخرى الجدل القائم حول سلاح حزب الله وتمسكه بحيازته وكيف يصول ويجول في لبنان دون أي رقيب رغم وجود قوة شرعية هي الجيش اللبناني الذي سارع بدوره لتطويق الشاحنة والفصل بين المشتبكين هذا الدور لم يلقى صدا لدى العديد من التيارات اللبنانية والتي عدت ما قام به الجيش جريمة بحق الدولة وسيادتها وكرامتها حيث يرفضون له أن يكون حارسا لشاحنة ميليشيا إرهابية أو لشاحنة سلاح أو مخدرات وفي إعلان الحكومة أنها بانتظار التحقيقات للكشف عما جرى يرشح خبراء أمنيون ازدياد التوتر في لبنان لا سيما أن حادثة انقلاب الشاحنة تأتي بعد يوم واحد فقط من وفاة قيادي في القوات اللبنانية كان قد تعرض للاختطاف من قبل مجهورين وذلك في بلدة عين إبل الحدودية جنوب لبنان على الجانب الآخر يرى سكان بلدة الكحالة أن ما جرى في بلدتهم هو انعكاس لما يجري يوميا في لبنان على العلن من تغول لسلاح ميليشيا حزب الله الذي قيد البلاد أمنيا وسياسيا